وحصل طبعا بعد كده صوت التفجير وبعد كده امير ووسام افر والتليفون بعد ما سموا صوت التفجير وعرفوا طبعا الملح ما عملوا بالزر وراحوا هما الاتنين على مطعم مياده امير طبعا ما كانش طيق ووسام لكن داخلوا مع بعض وما يدقلت قال انا جدا على امير قالت طاميني عليك انتا كويس قال انا ايو انا كويس قالت ايه اللي حصل قال لا مش حايفة نتكلم هنا علشان قطر يعني في واحد هنا زي ما انت شايفة غريبة عننا مش هنتكلم قدام الشرط يعني بعدين هحكي لك كل حاجة بيعودوا الاتنين يتكلموا بتسألهم مياده انتوا الاتنين كنتوا اصحاب مع بعض في الاكاديمية صح رد امير قال ايوه بس عمران ما كنا اصدقاء ولا حاجة يعني ما كناش نعرف بعض وبنرادح ان هما الاتنين اصرا مش طيقين بعض تماما كمان بيجرع علشان يلحق وصوف لكن وصوف بيختفي فبيتكلم كمان ما هو منحم وبيقول له ان الاسم وصوف ده دورت علي ما لقيتوش فرد منحم وقال له خلاص تعالي على المطعم علشان خاطر انت فان الاحسنت وعملت المهمة بتاعتك بنجاح وصوف كان بيجري في الطريق وخايف جدا من كمان وملحم ورجالتهم وطلع يجري واخد اوراب تاكسي ومشي على طول على الجبل بينما بعد كده وسام بيكون موجود هناك عند مياده هو وامير وقاعدين يحكوا مع بعض واصلا ما كانوش طيين بعض هما الاثنين خلل بيجي له رسالة بتقول ان الراجل ده ملحم المفروض ان هو قتل بسام الرمحي ويهرب على طول من نهاية بعد كده بيجي اتصال لي وسام من خليل وبيقول له تعالى على طول وبيجي برضه في نفس الوقت اتصال من ملحم لامير بيقول له تعالى على طول عند محل الكباب بينما بعد كده بيستأذن امير لكن بياخد باله ان وسام دخل تاني يتكلم عن مياده فضل واقف شوية برا يبص عليهم وسام كان بيقول لمياده انه هو اسف كتير لانه المفروض انه هو اخد الاميس اللي فيه دم عشان خطر يطبقه بالبيانات الموجودة عندهم لكن للأسف مفيش اي بيانات فقالت له لأ ما بتعرفش نفسك مفيش اي مشكلة قال لها انا كان نفسي نفسي ابشرك يعني ان ابنك عايش قالت له ما هو عايش انا متأكدة صدقني قال لها تمام بعد كده اخد نور على جنب برا المحل وقال لها انه هو احب بيست بياده كتير وانه هو عايز كوباية مكان ما شربت فقالت له غريبة ليه رد وقال يعني عايز اعمل حاجة كده هطبق التحجيلة دي ان ايه بتاعها بالدم اللي على التشيرت لان احتمال كبير ما يكونش ده دم غسان اصلا قالت له تمام انا مبسوطة جدا انك مهتمة بالموضوع وحضنت وقالت لها كانت بتحب غسان جدا وهما صغيرين قال لها انا بغير على فكرة قالت له طيب خليك هنا انا هجيب لك على طول الكوباية وقاجي تمام رحت على طول وهي مبسوطة وسعيدة وسام بعد كده مشي اما بالنسبة اللي والسوف فكان في التاكسي وبيتصب واحد يعرفه علشان يجهز له سفرية لازم يسافر ويهرب بره البلد بتروح نور وبتدي لميادة الدواء وفي نفس الوقت بتاخد الكوباية مكانها وبتحطها في يعني كيس علشان خاطر تدي لي وسام فشافها الولد اللي بيشتغل عند ميادة اللي احنا طبعا عرفنا اسمه اسمه يامن فساعتها قال لها بتعملي ايه قالت له ما فيش حاجة يعني شوف شو غلك انت طنط ميادة ده كسر طبق تاني على فكرة علشان طبعا تلهيهم وتروح على طول علشان خاطر تدي الكوباية دي لي وسام بيوصلها بعد كده ايميل من نفس الايميل اللي كان ووصلها قبل كده والمفروض ان الراجل ده مات فاستغربت كتير لما لقيت في الايميل ده بيبعت لها ويقول لها ليه قفرت الموقع بتاعك قالت له انت همين المفروض ان صاحب الايميل ده مات رد وقال لها لا ما ماتش ولا حاجة فاستغربت وكانت خايفة وبيتضح لنا ان حيان اصلا عايش احنا اخنا بنا في الحلقات اللي فاتت لكن المرة دي قاعد في مكان في كمبيوترات بيبعت لها الرسالة دي وطبعا كانت خايفة كتير ومش عارفة تعمل ايه وفكرت في التهديد اللي جالها قبل كده فكانت خايفة كلمة وسام قالت له ان هي خايفة كتير وان في ايميل بيبعت لها والمفروض ان الراجل ده ميت وهي خايفة وسام قال لها تعالي بسرعة فاهمني اللي بيحصل ملحم بعد كده بيروح على المطعم وبيقول لكل رجالته وكل الناس الموجودين ان فيه خبر انتشر عنه ان هو ميت لكن هو عايش ولسه صغير على الموت يخلي تذكره ونزعلن جدا على موت واحد من رجالته منلاقي بعد كده ان خليل كان بيتكلم مع وسام وبيقول ان احنا لازم نلاقي الاسم هو السوف على طول ولازم تدوره عليه وتجيبوه علشان نقدر نوصل لملحم ونشوف يعني لما يعترف على ملحم نقدر ان احنا نقبض عليه ملحم كان موجود كمان وطلب امير وقال قدام الجميع ان امير ده اي حاجة يقول لكم اسمعه على طول ده دراعي اليمين وبعد كده طلبه هو وكمال وقال ان الجراشات بتاعت وسوف خلاص بقت بتاعتك انت امير ومش هتنام تاني في الجراش خد المفتاح ده المفتاح يعني شقة حلوة لكن امير رفضها فطبعا قال عليه مجنون وبعد كده خرجوا هما الاثنين كمال وامير وطبعا الاثنين اصلا ما كانوش طيقين بعض تماما بينما وسوف بيوصل في مكان كده عند الجبل وبيقوله التاكسي امشي انت واخد رقمه عشان لو احتاجه امير بيتكلم مع كمال وبيقول له ابعد عن خولة طبعا الكلام ده يعني كانوا برا لوحدهم قال له ملكش دعوة انت مش عشان خاطر انقصت حياة المعلم خلاص حتتحكم فينا قال له ابعد عنها انا عارف انك حاطت صورها في الخزانة بتاعتك فبلش الحركات دي احسن لك وهدده طبعا كرعادة والاثنين ما كانوش طيقين بعض وسام قاعد مع فريقه وبتجيله بعد كده نور وهي خايفة مرعوبة وبتقوله على الايميل اللي وصلها وان المفروض ان الراجل ده مات وازاي يعني يطلع عايش ويبعث لها تاني وهي خايفة كتير ومرعوبة طب منها وقال انه وحيكون معاها كتير وانه هو مش هسيبها ابدا هيساعدها كظابت وكمان كمحب وحيفديها كمان بروحه ويعني حضنها وقال له نوا بيحبها امير قاعد كمان مع خولة بيقولها شكرا انك ساعتيني وبقفتي معايا كل الايام اللي فاتت دي وطبعا قالت له مفيش اي حاجة وانت بابا ملحم بيحبك جدا رد وقال طبعا مش قدك انت منته قالت له لا انا مش منته انت عارف انا مجرد واحدة تبناني بس هو بيحبيني زي بنته رد وقال بس هو بيحبك كأنك بنته بالضبط قالت له مش فاهم انت قصدك ايه قالها لا لا مفيش انا بس ساعت بخرف كده قالت له انت عارف انا حبيتك من امتى قالها من امتى قالت له يعني ما تعرفش خلص انا حسيبك بها بنفسك انت اللي تقول بالضبط انا حبيتك امتى بعد كده بيروح اميرة علشان خاطر يزور الرجل اللي في السجن اللي المفروض اتى العبود هو بيقول له ايه اللي انت عملته ده واطي قاله ان هو اتى العبود وقاله مين اللي كان معاك قاله مفيش حد كان معايا وانا معترف بغلصي وانا فعلا غلط امير سأله عن مكان والسوف وقال له ما يعرفش قد لازم تكون عارف انت رجل بتاعه قاله وعنده بيت بيروحه دايما يعني قاله كتب العنوان امير كتب العنوان ده علشان خاطر يقول لخليل واتصل على طول على خليل في التليفون وقال له ان هو عارف تقريبا مكان والسوف فراه على طول خليل وقال لي وسام فين فريقك جمع لك كل الفريق بتاعك ويلا شريحنا كده على اغلب لقينا مكان والسوف فكان وسام مصدور خليل لما قال لوسام يلا بينا علشان نقتحم المكان واخد فريقك وروح قال له تمام تمام انا هروح دلوقتي هكلم فريقه في الطريق وروح وطبعا هو لا يكلم حد ولا حاجة هنشوف دلوقتي ايه بالضبط الخطة في نفس الوقت ملحم بيجي لاتصال من وسام بيقول له انه عارف مكان والسوف وبعاد له كمان الموقع اللي موجود فيه وفي نفس الوقت كمان ملحم بيتصل بامير وبيقول له انه ولا أبا والسوف انا هروح اجيبه لك يا بابا ملحم لكن في نفس الوقت برضو امير كلم خليل وقال له على ان ملحم عارف ازاي المكان اللي لسه ايه لك عليه خليل قال له مش عارف بس هتعمل ايه دلوقتي عمتا اتباطق شوية ما توصلش قبلنا يعني خلي الشرطة هي اللي توصل انا بعدتي الفريق بتاعي حيروح عشان قاطر يجيب والسوف لكن امير قال معهم شانا الوحدي ملحم كلمني انا وكمال وقال اللي يلحق فيكو ياخده يعني فانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي قال له خلاص خلاص روح انت وخده عادي واحنا هنكون وقفين وحناخده منك في الطريق فزبطوا الدنيا على كده وبعد كده امير راح واقتحه من المكان اللي موجود فيه والسوف كان بلم الفلوس بتاعته في شنطة وكان بيجهز عشان يهرب طلع له امير وقال له تعالي انا عايزك بالوقت يا حال ملحم محتاج يتكلم معاك وسام كان واقف بعيد وشايف امير وهو بيكتحم المكان علشان يجيب والسوف وسايبه عادي جدا لانه عارف ان والسوف رايح كده كده لملحم علشان كده مرضاش ابدا انه هو يروح وياخد والسوف قبل امير ففضل مستخبي وشايف امير وهو جارر والسوف واخده علشان خاطر يوديه لملحم لكن والسوف لعب على نقطة ضعف امير وقال له انه هو عارف كل حاجة عن مكان اخوه غسان وساعتها قال له تعرف اين قال له انا كنت مع ابوك في السجن وصلنا الخبر بتاع ان اخوك اتخطف وانا عارف مكانه قال له يعني انت عارف وديع تعرف مكانه طبعا عصوف قال بقى يستعبط ويكمل اللعبة ويقول ايو ايو عارف وديع طبعا طبعا تفكرين وديع مين هو اصلا خليل هو اللي كان بيلعب اللعبة دي على امير علشان خطر يخليه يكمل في اللعبة لكن اصلا مفيش حد اسم وديع خليل هو اللي كان بيعمل الدور ده علشان بس امير يساعده في موضوع ملحم امير اول ما قال له والسوف ان هو يعرف مكان وديع طبعا هو نقطة ضعف واخوه علشان كده عايز يوصل لوديع علشان يجيب منه او يعرف حتى مكان اخوه غسان فقال له تمام انا مش هوديك لملحم لكن هروح معاك وتوديني هناك مكان وديع علشان اسأله عن اخويا والسام كان ساعتها مبسوط جدا انه خلاص امير واخده وماشي به بس كان ماشي وراهم على فكرة بيروحوا بعد كده فريق الشرطة علشان يروحوا المكان اللي كان فيه وصوف لكن مش بيلاقوا وصوف هناك بيلاقوا كمال وساعتها قدره نتاجه عشان خطر تقتل وصوف قال لا طبعا هو وصوف هناك طب كنت قلوليك كنت سلمت عليه قدره معاك سلاح كمان غير منخص يلا يمشي من هنا عشان ما تتمسكش وطبعا ملقوش حد أصلا هناك وسام كان ماشي ورا أمير أمير كان موجود مع وصوف وصوف وعده ان هو يوديع عنده وديع أمير وقف في جن وراح وتكلم مع خليل وقال له ما تبعدش الشرطة تأخذ وصوف مني قال له ليه احنا متفقين قال لأصل هو عارف مكان أخويا فين وأنا لازم أروح معاه قال له لا ده بيغدعك قال له لا هو عارف مكان وديع طبعا خليل أصلا عارف انه ما فيش حد يسمو وديعه انه هو نفسه اللي كان بيعمل الدور ده علشان كده قال له انه وصوف بيغدع وبيضحك عليه وبيستغل لنقطة ضعف وقال له لازم نمسكه أمير قال له لا يعني أي حاجة فيها أخويا لازم أنا أدور عليه وأرجعه فأنا مش هقدر اسمع كلامك ورغم ان خليل كان عايز ان هو يفهمه لكن أمير قفل التليفون خالص علشان خليل ما يتصلش به أمير شدق وصوف وراح وراه وصوف كان رايح مالها علشان يسأل عن واحد ده الواحد ده كان ميكلمه أصلا علشان خاطر يهربه بره البلد وغمازل له كده وقال له ان الشاب باللي اسمه أمير ده جاي معي علشان خاطر يعني يشوف وديع طبعا انت عارف وديع مين وغمازل له كده فقال له آه آه طبعا أكيد اتفضل هوا موجود جي واحد من وراه وضرب أمير على رأسه وققه على الأرض وبعد كده والسوف كان عايز زيئة الأمير وحط السكينة على رقابته وقال له انه ضحك عليه وعارف نقطة ضعف وأخوه وانه دلوقتي حيقتله علشان يروح لأخوه في المقبرة لسه حيتبح أمير طلع وسام وعى السلاح وقال له منزله أسلحتك وانا جيت طبعا الكله قال مين ده وإزاي دخل هنا ردوا والسوف وقال لهم خدوا بالك وده شرطي بعد كده المفروض انه وسام يفك أمير وقال فكيني وسام قال له طب اضحيل عليه شوية وغلس عليه وطلب من واحد من الرجال وقفين يفك أمير أمير أول ما تفك قام ودربهم كلهم لأنه كان مضغاز منهم لكن والسوف قدر انه يقطع الكهرباء ويجري ويهرب على طول خرج أمير ووسام زي المجانين كل واحد راح في جنب علشان يشوف فين بالضبط راح والسوف بعد مهارب يعني كل واحد راح في ناحية بينما بعد كده ميادة بتبص على صورة ابنها لما علقاها في المطعم وزعلانة كتير علشان خاطر موضوع التحليل ده اللي ما طلعش إن ابنها موجود وعايش وبيجي بعد كده يامن وبيقوله ان الصورة دي حلوة كتير وكان حيوقعها لكن مسيكها على طول ويقيت نور قررت له بدعان الصور وبدعان تليفوني انت بتوقع كل حاجة من إيدك بتوصل لنور رسالة والرسالة دي اللي وصلت لنور بتكون عبارة عن كلام باعته الراجل اللي هو اسمه حيان بيقول لها أنا عايز قابلك ضروري بخصوص موضوع الراجل اللي اسمه ملحم بيع الكباب لازم نتقابل ضروري فطبعا كانت متبكة ومش عارفة تعمل إيه أمير المفروض إنه هو خرج من المكان ده وكان راكن العربية بتاعته وخليل قدر يوصل للمكان لكن أمير كان ساب التليفون فما قدرش إنه هو يتعقب مكانه لكن كان عارف فين بالزبط مكان الموبايل جوه العربية فكان واقف قدام العربية أولا شف أمير بعد ما ضرع على وصوف وراجع عشان يقابل العربية ويمشي قال له استنى أنا عايز أتكلم معك يلا مشي وأمير أخذ من الشنطة العربية شنطة ورح وراء قال له فين وصوف قال له وصوف قدر يغدعني زي ما انت بالزبط قلت لي كان عندك حق هو استغلل نقطة ضعفي عشان قطر معضو أخويا خدني على ملها وضربوني وقدرت أنفت منهم واللي فضل منه ده قال له إيه ده قال له ده شنطة ما لي أنا فلوس قال له أنا مالي مش بحتاجي فلوس أنا عايز وصوف قال له والله يبقى تصرف في فلوس زي ما انت عايزت يعني الفقرة ولا تصرف أنا مشيت وراه نحك علي وقدر أنه يهرب مني أنا غلط طبعا لكن خلاص اللي حصل عامل إيه قال له عمتل احنا لازم نرأيه في قرب وقت ممكن بينما بعد كده بنشوف حيان اللي روح للمكان القديم اللي بيتقابله فيه وسام وخولة طبعا فاكرينه المكان ده كان موجود فيه حيان وبيسترجع ذكرياته القديمة ومسوط جدا كان ذكرياتي حلوة كتير وبيقول لي صاحبه ان هو لازم ينتقم من ملحم اشهد انتقام لانه كان عايز يقتله وبيتضحنانا في فلاشباك قبل كده شفناه ان المفروض ان ملحم قال له لازم تمشي وتسافر وتسيب البلد ويركيبه العربية وداله فلوس لكن يعني رجالته ضربوا نرع العربية والعربية خبطت في حجرة كبيرة ومفروض عمل حدثة ومفروض النهوات لكن طلع عايش بس رجلته جعب يعرق شوية عايز بقى ينتقم من ملحم بعد ما رجع عايز ان هو يبدأ ينتقم منه لكن المفجأة كانت قوية لان خاولة كلمت وسام وقالت لعايزين نتقابل في المكان القديم وقال له انا جايلك خاولة راحت علشان خاطر تتكلم مع وسام وشافها حيان وقال من دي ايو انا عرفتها دي البنت اسمها خاولة بنت ملحم كبرت وحلوت طبعا اكيد انا عرفها تربية ايدي بيتكلم وسام جد في العربية بتاعته وبيتكلم مع خاولة والمفروض ان هو رايح يزورها في المكان القديم وطبعا حاجتلك في الفيديو اللي فات ان حيان كان موجود في المكان نفسه وشاف خاولة وتعرف عليها كمان من بعيد وسام بيروعة لشان خاطر يتكلم مع خاولة وبيتطمر عليها وبيقول لها انت فعلا كنت مخطوفة بجد وان امير كان خطفك وانت خطفت بمزاجك قالت ان اتخطف بمزاجها وان ايها بتحب فعلا امير بجد وسام بيقول لها حولة كمان على موضوع ان هو بيحاول يساعد ميادة في الوصول لابنها غسان وقالت له ان قبل كده اصلا امير سألها عليه وقال يعني ممكن يكون فعلا اللي اسمه غسان ده موجود في ايه تحيان هو كمان بيرجع بعد كده وبنشوف ملحم بينادي على كمال وعلى كمان امير وبيقول لهم انتو شكلوكو يعني حلو منسجي من مع بعض لكن طبعا اكيد الواضع بينكو غير امير بيقول ايها فعلا كانوا ناعدين بيتكلموا وبعد كده بيقول لهم ملحم ان هم لازم يلاقوا وصوف قبل ما يوصل ليه خليل ان خليل لو قدر يوصل وصوف هيخليه اعترف على ملحم وهيتم الابضع عليه فهو عايز يوصل له لأول لهم تقدروا تتفضلوا لكن بعد كده ندى على امير وقالوا ان هو محتاجه دلوقتي وان في واحد جاي دلوقتي وعايزه يكون معاه قال له تمام امرك والصوت بيتصل بالراجل صديقه بيقول ان هو معه شلوس ومش عارف يعمل ايه ولازم يسافر قالوا ان الامور دلوقتي مش تمام وان الناس كلها بتدور عليه ومش هيقدر يعمل له اي حاجة دلوقتي فكان مددائي جدا بينامو سام بيحاول ان هو يساعد امير دخل على بعض البيانات اللي عندهم ويقعد يدور على اسم وادية ويقدر يوصل ان وديع ده اصلا ميت وكمان قدر يوصل للمقبرة بتاعته وشهادة وفاته كل الحاجات دي طبعها في ورق وحطها في ملف علشان يساعد بها امير علشان يفهموا ان اصلا وديع ده ميت وان وصوف كان بيتحك عليه ما يعرفش يسام ان خليل كمان كان عامل وديع وبيضحك وكمان على اميره بيغدعه بيغشه بيجي بعد كده خليل وبيقول لوسام على موضوع ان هو راح المكان ما رقاش فيه وصوف وخليل مش عارف يعمل ايه لانه طبعا اتورط في موضوع وديع بتروح نور تتكلم مع الوسام وبتقول له على رسالة لوصلتها من الراجل اللي بيقول لها ان هو حيديها بعض المعلومات والبيانات عن ملحم بيع الكباب وقال لها ان هو حيكون معاها وانها لازم تروح تقابله وملها كمان العنوان اللي المفروض تروح تقابله فيه وكمان التاريخ اللي هتروح تقابله فيه والوقت بالزبط ملحم كان قاعد هو امير وبيجي واحد وبيرحب كتير بملحم وبيقول ان امير معروف ومشهور جدا ان هو راجل شجاع وان ملحم بيحبه كتير بينما خاولة بتروح وبتتكلم مع نرمين ونرمين بتقول لها اتعودي معانا قالت لها يعني شوية لان بابا خايف عليها وبيقول لازم نعود يعني هنا شوية وكمان بيقول كمان ان هو عا يبدأ يوصل مصطفى للمدرسة علشان ياخد باله منه لان هو السوف دلوقتي هربان وهم خايفين جدا يعمل لهم حاجة فطلبت نرمين من كمال ان هو يهتم بي خاولة ويعني يكون معاها ويحرصها وهي رايحة الشوط لكن رفضت وقالت لأ مش محتاجة حد ويسام بيكون معا الملف اللي موجود فيه شعادة وفاة وديع ومكان كمان دفنه وكل المعلومات وبيانات عنه وبيتسحب كده علشان يروح يناجع عند الجرشات اللي المفروض امير استلمها بعده السوف وامير كان موجود مع رجالته وقال لهم خلاص كفاة يعليكو كده النهاردة وتقدروا تروحه وبعد كده بيروح ويسام وبيحط الملف تحت الباب وبيمشي على طول وبيقول إن هو كده قدر يساعد أمير ونشوف بقى حيعمل إيه بينما بعد كده أمير بيجيلي تليفون من خليل وبيعمل نفسه إن هو وديع وبيقول له تعالى قابلني وبيقول له كمان المكان اللي ييجي فيه فأمير كان متحمس كتير جدا وبيقول له إن هو حيجي علشان يعرفه مكان أخوه وإن هو حيعمل له اللي هو عايزه بخصوص موضوع ملحم بينما بعد كده موسام بيكون مع نور علشان محتاجة العربية ضروري لأنه حيروح ورا الناس دول وحيقدر يوصل لهم بالزبط وحيعرف هم مين وكمان قرب منها وبسها وكانت ممسوطة كتير وقال لها إن هو جنبها وقال لها تتطمن رجبت نور العربية وراحت في نفس المكان فضلت وقفة مستنية جاءت لها طفلة قالت لها اشتري مني مناديل اشترت منها وبعد كده قالت لها إن ملف ده حد قال لي قدهولي أخليته نور وكانت خايفة وسام كان مستنيها من بعيد رجبت على طول العربية وسام فضل مرائب شاف واحد من ضمن الرجالة كان نابس جاكت وكان متخفي وبعد كده خلعه بعد شوية لما نور مشيت فعارف إنه الرجل ده بيرائب نور ولكن بالراجل العربية وراح وسام على طول قال لنور تيجى عشان هو عايز العربية وبعد كده خلاها تمشي ورا الرجل علشان ترقبه كان مرائب الرجل خطوة بخطوة ومع نور خوله بتتصل بأمير وأمير كان واخد العربية وراح علشان يشوف الرجل ده اللي اسمه وديع قررت العمل ايه قال لها كويس بس أنا دلوقتي يعني في شوق بينما بعد كده بيقدر وسام يوصل للمكان اللي قاعد فيه الرجل اللي كان مرائبه فدخل على طول وقاعد على نفس المكان وسمع الرجل ده بيتكلم مع واحد وكان بيتكلم أصلا مع حيان وبيقول له حيان تعاليهلي في الشارع الورا الأهوال انتهت فيها علشان خطر الرجل ده بنوره بالزبط أمير بيروح المكان المفروض فيه وديع وفادل يندع عليه بيقول له انت فان يا وديع تعالي اطلع لي طلع له واحد وبرضه عمل في وشه يعني الإضاءة دي عشان خطر ما يشوفه وبعد كده قال له اطلع يا سيادة المدير اطلع يا عميد خليل أنا عارف ان انت فطبعا انت صدم وأمير كمان كان مصدوم بعد ما عارف ان اللي بيعمل كده هو خليل نفسه اهو بقى اللي هو وسام كان مصدوم هو كمان لانه هو ماشي في نفس المنطقة اللي كان فيها الراجل ماشي على رجله بيشوف واحد بيطلع ايده من عربية ولبس خاتم وبيعمل نفس الخبطة اللي هو بيخاف منها بتاعت حيان فاكرينها وطبعا بعد ما سبع بص وراه وبص على حيان واتأكد ان هو لسه عايش وكان مصدوم